موسيقى موسيقى سلام من الله عليكم أعزائنا مشاهدي فضائية العراق التربوية وطلبتنا طلبة الصف الثالث المتوسط أهلا وسهلا بكم في المراجعة العامة لمنهج الثالث المتوسط نتمنى لكم الصحة والسلامة وإن شاء الله المعنويات عالية قبل امتحانات الوزارية وهيئنا لكم مراجعة استكمالا للأسبوع السابق أيضا كانت مراجعة عامة بعد أن كان هناك تكييف ومن ثم جاء تعليق للجزء الثاني إن شاء الله المتبقي كل شيء بسيط وسهل سيرافقني المشرفة العلمية الاختصاصية لمادة الرياضات الستبثين عبد الرحمن أهلا وسهلا بك ستبثين أهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط ونحن على العد التنازلي لامتحانات الوزارة للصف الثالث المتوسط نسألكم أن تكونوا معنا بمراجعة مركزة وعامة من خلال وضع نماذج لأسئلة افتراضية هذه الأسئلة الافتراضية هي عبارة عن أسئلة شاملة لجميع مفردات الكورس الأول مع التكييف اللي حصل له وطبعا بعد تعليق الجزء الثاني ستكون مراجعتنا المركزة فقط للجزء الأول كل اللي نتمنى منكم أن أستاذ سماح إن شاء الله أن تتابعوا هذه الدروس بتركيز مع إحضار الورقة والقلم وأيضا الاتصال دائما على الرقم اللي موجود أسفل الشاشة لغرض مناقشة الأمور اللي ممكن تكون صعبة عليكم ومتأكدين حضور هذه المراجعة المركزة سيجعل لكم مستوى جيد للتهيئة إلى الامتحان الوزاري إن شاء الله ومتأكدين إن شاء الله من نجاحكم لتكونوا معنا في المادة الجديدة للمرحلة الجديدة في العام الدراسي القادم إن شاء الله مع أستاذ سماح والنموذج الافتراضي الأول اللي هي مجموعة أسئلة بفروحها شاملة لمفردات المطلوب منها مطلوب منكم بالامتحان إن شاء الله شكرا ستبقينا على هذه المقدمة الجميلة والتشجيع لأبنائنا إن شاء الله هي بالحقق يصبت أنه استكمالا بالضبط بالضبط بالأسبوع القادم مراجعة العامة فهذا نموذج جديد نعم نموذج جديد افتراضي مجموعة من الأسئلة وسوف نجيب عليها عن كافة الفصول الثلاثة للجزء الأول سؤال الأول فرعي أعزائنا الطلبة سؤال الأول نعم وهو اكتب الحد الثالث والعشرين من المتتابعة الحسابية هو أعطانيها سالب تلافة بسالب واحد سالب خمسة سالب تسعة اكتب الحد الثالث والعشرين الحد الثالث والعشرين بدون أن نصل أن نضيف الأساس إلى هذا المتتابعة هناك قانون جاهز وهو قانون الحد العام هذا القانون يعطيني قيمة أي حد هو يطلبه يسمى قانون الحد العام هذا القانون هو الـ UN يساوي الـ A زائد N ناقصا واحد في D الـ U N هو الحد اللي يريده الـ A هو الحد الأول الـ N ترتيب هذا الحد والـ D هو الأساس المطلوب في هذا السؤال هو الحد الثلاثة وعشرين أي المطلوب هو الحد الثلاثة وعشرين هذه علامة استفام هو الحد المطلوب نعم إذن يجب أن يجب أن تكون المعلومات الأخرى موجودة نعم الـ A الحد الأول معلوم موجود في السؤال وهو ثلاثة نعم الـ N أيضا موجود وهو ترتيب الحد ترتيبه ثلاثة وعشرين ولكن قيمته ما نعرفه إحنا نريد قيمته بس ترتيبه ثلاثة وعشرين هذه ثلاثة وعشرين الـ D الأساس الـ D الأساس هو حاصل طرح الحد الثاني ناقصاً الحد الأول الحد الثالث ناقصاً الحد الثاني أساس ثابت لذلك هي أصلها متتابعة حسابية نتجت من زيادات ثابتة سواء كانت هذه زيادات موجبة أو سالبة أو صفر إذن لدينا فرق ثابت بين كل حد والحد الذي يسبقه مباشرة إذن أساس المتتابعة الحسابية ما يرمز له بـ D هو U-1-U-N بشكل عام يعني ممكن ثاني ناقص أول ثالث ناقص الثاني مثل ما قال أستاذ سمح نعم نعم عزانة D كيف يستخرج؟ وهو U-2 ناقصاً يون أي الحد الثاني ناقصاً الحد الأول احذر تجري عملت طرح ثلاثة ناقص سالب واحد بالعكس هو السالب واحد الحد الثاني ناقصاً الحد الأول سالب واحد ناقص ثلاثة سالب واحد نأخذ إشارتهم ونجمحهم يكون الناتج سالب أربعة أي الزيادة التي كانت على هذه المتتابعة الحسابية هي سالب أربعة زائد سالب أربعة أربعة كيف أستخرج بهذه عملية الطرح سماحنا ما رح نقول زيادة وبالحقيقة نقصان يعني كل حد رح ينقص سالب أربعة حتى يطلع الحد الذي يليه مباشرة إذن الأساس أما يكون بزيادة أو بنقصان حسب قيمة الأساس فهنا عدنا الأساس سالب أربعة إذن رح يتم عملية نقصان أربعة من كل حد يعني القصد أنه نضيف الأساس مرة الإضافة موجبة مرة الإضافة صلبة مرة الإضافة صفر نعم عزيزانة طلبة الـ UN هو المطلوب الـ A موجود الـ N موجود الـ D موجود مجرد تعويض إذن الـ UN هو الـ U لـ 23 الـ A لحد الأول موجود 3 زائد الـ N وهو 23 23 ناقصا واحد هنا الـ D سالب خمسة بعض الطلبة يكتبها بهذا الشكل عزيزانة طلبة وثم يتوهم بإجراءها كعملية طرح هي ليست عملية طرح إنها عملية ضرب لا عزيز الطالب الناقص واحد في D الناقص واحد في D إذن ضع أقواس للأساس سواء كان هو موجب أو سالب لكي لا تتوهم نعم إذن نجري عمليات الحسابية أعزائنا الطلبة هنا ثلاثة حسب ترتيب العمليات الأولوية للأقواس 23 ناقصا واحد هذه 22 في سالب 4 إذن الـ U 23 يساوي هذه الـ 3 موجب في السالب يكون الناتج سالب 4 في 22 يكون الناتج 88 الـ U 23 3 ناقصا 88 نأخذ إشارة الرقم الكبير ونطرح سالب 85 فيكون سالب 85 هو الحد الـ 23 جاهز بهذا القانون بهذا القالب أستطيع إيجاد أي حد سواء كان الحد 100 100 و12 هنا يطلب 23 قيمته سالب 85 ولكن ترتيبه 23 باستخدام قانون العام نعم لدينا ثلاث مفاتيح أساسية لإيجاد حد عام بشكل عام هو الحد الأول وترتيب الحد والأساس والأساس نعم هذا الفرع أين سواء الأول قبل الانتقاس فلنتكلم عنها حسابية قد يطلب بعض الأحيان هل هي عفوا متزايدة متناقصة واضحة عما تعرفها من الأساس إن كان الأساس هو أصغر من صفر فهذا يدل على أن المتتابعة الحسابية متناقصة أو تراها مباشرة من المتتابعة نفسة أنها بالتناقص فهذه متتابعة متناقصة نعم ننتقل إلى سؤال آخر أعزائي وهو فرع بي من السؤال الأول ما قيمة الثابت كي التي تجعل جذري المعادلة أكستر بي ناقص كي زائد 2 في أكس زائد 36 متساويين متساويين إذن هذا هو موضوع المميز المميز وهو إيجاد قيمة الثابت التي تجعل جذري المعادلة متساويين هذه حالة من حالات المميز الحالة الأولى اتصال نعم تفضلي فاتن نعم اتصال فاتن من بغدار نعم فضلي فاتن سؤالك أهلاً يا فاتن شونك سلام عليكم أستاذ عليكم السلام ورحمة الله أستاذ عن تحييل المقدار الجبري بالمتطابقات نعم من يطيني أي معادلة ويطلب مني أنه أعرف بيها مربع كامل أو لا نعم وطلعت النتيجة بالنهاية أنه سالب لنأكس بره مربع كامل أو لا يعني كلها مطابقة بس الإشارة مختلفة العفو بس هذا سؤال الأول إشارة شروع والدة فاتن الإشارة تقزين منه إشارة الحد الأخير إشارة الحد الأوسط أي إشارة العفو لا الحد الأوسط الحد الأوسط ماكو إشكال ممكن يكون سالب أو موجب احنا أهم شي إشارة الحد الأخير موجبة إذا كانت إشارة الحد الأول أيضاً موجبة يعني يجب أن يكون الأطراف إشارتهم موجبة والحد الأوسط أما موجب أو سالب في كل الحالتين يمكن أن تكون مربع كامل إذا حققت الشروط أو المواصفات نحن نتطرق له إن شاء الله من خلال أسئلة بالزح معين دي بعد السؤال بالنسبة لاختبار الفصل الثاني السؤال 44 أي صفحة ياريت الصفحة الصفحة صفحة جيد رقم الصفحة سؤال 44 رقم الصفحة أم فاتن اختبار الفصل الثاني بس طينا رقم الصفحة اختبار الفصل الثالث السؤال 23 تتحقق بس اسمحيلي بس رقم الصفحة حتى نقدر نطلع السؤال سؤال 44 رقم 63 سؤال 44 والسؤال اللي بعد سؤال 33 صفحة جيد صفحة 95 سؤال 23 إن شاء الله تدللين شكرا جزيلا صار تدللين شكرا جزيلا شكرا للاتصال نعم أعزائنا طلبها نكمل هذا السؤال ما قيمة الثابت كي التي تجعل جذري المعادلة متساويين هذا من موضوع المميز هي حالة من حالات المميز إن كان الناتج موجب ومربع كامل فنقول عليه للمعادلة جذران حقيقيان نسبيان وإن كان الناتج هو موجب وليس مربع كامل يكون الجذران حقيقيان غير نسبيان وفي حالة إنه المميز يساوي صفر الذي له علاقة بهذا السؤال فإن للمعادلة جذران حقيقيان متساويان وإن كان الناتج المميز سالب ليس للمعادلة حل إذن سوف نستفاد من هذه الحالة الثاثة وهي متساويان متى يكون جذري المعادلة متساويين عندما يكون المميز يساوي صفر نعم لاحظ عائز الطالب يكون جذري المعادلة متساويين عندما الدلتا يساوي صفر دلتا هو رمز للمميز دلتا يساوي صفر إذن سوف نستفاد من هذه المعادلة هي سوف تكون مفتاح الحل نعم اتصال عبد الله من الموصل أهلا يا عبد الله نعم تفضل عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا عبد الله عندي سؤال بس بإكمال المربع بإكمال المربع أكمال المربع نعم نعم هذا سؤالي فقط شكرا جيدا صار صار إن شاء الله تتدلل تتدلل موجود أهلا يا عبد الله نعم أعزائنا أطلب جذري المعادلة متساويان إذن الدلتا يساوي صفر متى يكون جذري المعادلة متساويين عندما الدلتا يساوي صفر إذن هذه سوف تكون مفتاح الحل الدلتا هو المميز قانونه بتربيع ناقص أربع أيسي يساوي صفر من هذه العلاقة أستنتج هذه المعادلة لا عيزي طالب زينستاد ما هو الأي ما هو البي ما هو السي الأي وهو معامل الأكس تربيع مع الإشارة هذا هو المعامل هنا واحد نعم البي هو معامل المتغير أكس مع الإشارة هذا هو المتغير أكس كله هذا يعتبر معامل الأكس تربيع مع الإشارة نعم تفضل زينب ألو ألو تفضل زينب أهلا زينب اتصال زينب بن موسيق السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا يا زينب نعم نعم انقطع الاتصال انقطع الاتصال هذا الاتصال يا زينب حتى نعرف شنو سؤالك نعم البي تربيع ناقص أربعة عيسي البي قلنا هو معامل الأكس مع الإشارة بعض الطلبين يأتي بالأكس مع المعامل هنا هذا غير صحيح فقط معامله سالب كي زائد ثنيا هذا هو كله يعتبر معامل لأكس السي هو الحد المطلق الخالي من الأكس هو الحد الأخير الخالي من المتغير أكس مع الإشارة مع الإشارة إن كانت موجب موجب وإن كانت سالب سالب إذن الأي موجود والبي موجود والسي موجود ونعوضهم في هذه المعادلة التي استنتجتها أنه الدلتا يساوي صفر نعم الأي معلوم البي تربيع هذا هو هذا عوضته سالب كي زائد اثنين كل تربيع ناقصاً أربعة في أي في سي لاحظ أيضاً يساوي صفر هذه معادلة لاحظ متغيرها عزيز الطالب المجهول وهو فقط كي كلها أعداد عمليات تبسيط ونحل المعادلة لاحظ أيضاً السالب هنا بالتربيع تصبح موجب إذن سالب السالب موجب يتبقى كي زائد اثنين لكل تربيع هنا أربعة في واحد في ستة وثلاثين يكون الناتج مية واربعة واربعين باستخدام النظير الجمعي للسالب مية واربعة واربعين وتتحول إلى هذا الطرف لتصبح موجب مية واربعة واربعين وبأخذ الجذر التربيع للطرفين فيكون الكي زائد اثنين هي موجب سالب تحت الجذر مية واربعة واربعين اللي هي جذرها اثن عشر هذه معادلة موجودة في الكتاب باستخدام طريقة الجذر التربيعي عندما نجذر الطرفين يكون الناتج موجب سالب تحت الجذر مية واربعة واربعين وهو موجب سالب اثن عشر هذه عزيز الطالب هنا توجد طريقة أخرى بعض طلبه يرغب باستخدامها فقط راح أكتبها بشكل سريع هي طريقة الفرق بين مربعين بعض الطلبة ترغب بهذه الطريقة هذه بعض الطلبة ترغب بحلها لا أجد أي إشكال بطريقة الفرق بين مربعين أو بطريقة قاعدة الجذر التربعي الفرق بين مربعين نعم هم فرق بين مربعين هذا كمية مربعة وهذه كمية مربعة وهذه عملية الطرح إذن فرق بين مربعين فسوف أقوم بحلها بطريقة الفرق بين مربعين هو فتح أقواس هذه الأقواس وهذه المعادلة يساوي صفر لأنها معادلة ليس تحليل هذه معادلة الجذر التربيع للأول وهو كي زائد 2 هذه كي زائد 2 الجذر التربيع للثاني 144 وهي 12 إشارة زائد وإشارة ناقص نعم علي من كربلاء أهلا يا علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شونك يا علي شونك أستاذ الحمد لله أستاذ بس السؤال ما أكتب الحدود الخمسة الأولى من المتتابع الحسابي التي حدها السابع 36 وأساسها 4 نحظة بس أكتب الحدود الخمسة الأولى من المتتابع الحسابية نعم التي حدها علي نعم تفضل التي حدها شنو عيدة السؤال مام بس قرأ لي للسؤال لما لاحقت أكتبه أكتب الحدود الخمسة الأولى من المتتابعة الحسابية التي حدها الأول حدها سابع ستة وثلاثين وأساسها أربعة تدلل علي شكرا انتصالك يا علي تدلل نعم عزيزينا طلبة هذه بطريقة الفرق بين مربعين ومن ثم أستخدم أما أو أما كي زائد 2 زائد 12 ساوي صفر وأكمل الحل أو الحال حسب قاعدة الضرب الصفري أو كي زائد 2 ناقص 12 ساوي صفر وأكمل الحل سوف تستخرج نفس القيم التي سوف أستخرجها بقاعدة الجذر التربيع إذن أما من هذه الخطوة هذه المعادلة أما تحلها بطريقة الفرق بين مربعين وتستخرج القيم كي أو تحلها بحسب خاصية الجذر التربيع ولكن لا تنسى موجب سالب لا تنسى لأن هناك قيمتان نعم إذن أما كي زائد 2 مرة أأخذها مع الموجب والكي زائد 2 مرة أأخذها مع السالب أما كي زائد 2 يساوي 12 باستخدام النظير جمع ويساوي 12 ويساوي 10 هذه قيمة كي الأولى أو كي زائد 2 عندما أخذتها مع السالب 12 أيضا باستخدام النظير الجمع للثنين يكون سالب 2 إذن يكون سالب 12 ناقص 2 يكون الناتج سالب 14 استخرجنا قيمتين للكي كيف استخرجناها؟ مفتاح الحل وهو الدلتا يساوي صفر الدلتا المميز بتربيع ناقص 4 ACA موجود والB موجود والC موجود تشكلت لدي معادلة من خلال هذه المعادلة وحل هذه المعادلة سوف أستخرج قيم الكي نعم أستاذ سماحة تفتح لنا صفحة حتى الاتصالات نوزعها ما بين الأسئلة صفحة جديدة عندنا الاتصال الأول كان من فاتن السؤال أنا عندي مطلعته باللابتوب سأرد لكي السؤال أكتب المقادير التالي على أبسط صورة سؤال 44 بس اكتبنا سؤال 44 من جهة اليسار أدنا كسر أكتب المقادير الآتي على أبسط صورة أدنا المقدار لبسؤال 44 بأبسط صورة نعم أبدي السؤال من جهة اليسار كسر البسط Y تربع ناقص 1 Y تربع ناقص 1 المقام 1 ناقص Y تكعيب نعم زائد بصفحة الكسر كسر آخر البسط 1 زائد Y والمقام 1 زائد 2 Y زائد Y تربع المقام 1 زائد 2 Y زائد Y تربع طبعا هذا يخص تبسيط الكسور من خلال معرفة التحليل أو تحليل مقادير الجبرية بكل طرق التحليل اللي إحنا استعرضناها جوابا إلى سؤال في هذا السؤال نبسط بسط ومقام كل حدودية نسبية إلى أبسط صورة إذن فيكون البسط واضح أنه فرق بين مربعين هذا هو الفرق بين مربعين جدر الأول جدر الأول جدر الثاني جدر الثاني إشارة موجب وإشارة سالب أما الواحد ناقصا ويتكعيب وهو الفرق بين مكعبين القيمة الأولى مكعبة الواحد والقيمة الثانية ويتكعب أيضا مكعبة ناتجة من تكعيب والإشارة بينهما عمل يطرح إذن هو الفرق بين مكعبين هذا هو قوس صغير وقوس كبير لحالة الفرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين القوس الصغير الجدر التكعيبي للأول واحد إشارة الوسط ناقص الجذر التكعيب للثاني وي الآن القوس الكبير معلوماته من القوس الصغير القوس الكبير معلوماته من القوس الصغير مربع الحد الأول واحد إشارة الوسط اثنيا في الأول في الثاني يكون اثنيا وي عكس الإشارة العفو أستاذ السماع نعم عكس الإشارة إذن القوس الثاني مربع الأول عكس الإشارة الأول في الثاني نعم عكس الإشارة الأول في الثاني بدون إثنين نعم واي الأول في الثاني الزائد ثابتة مربع الحد الثاني القوس الكبير مربع الحد الأول عكس الإشارة القوس الكبير معلوماته من القوس الصغير مربع الحد الأول عكس الإشارة الأول في الثاني الزائد ثابتة مربع الحد الثاني قالت شوي ترتب القوس والواي تربية شوي مواضحة نعم أستاذ سماح الحد الأخير بالقوس الثاني بالضبط هذه Y تربيع ثم نزد القوس هذا بالنسبة للكسر الأول تم تحليل البسط بالفرق بين مربعين وتحليل المقام بالفرق بين مكعبين وهذه الزاد الآن نأتي إلى الآخر 1 زائد Y لا يوجد فيه تحليل يبقى كما هو أما الواحد زائد 2 Y زائد Y تربيع هذا هي حدودية ثلاثية أما تحل بطريقة المربع الكامل وأما تحل بطريقة التجربة أو تبقى كما هي الواحد زائد 2 Y زائد Y تربيع هنا حدودية ثلاثية هناك اختبار سريع لمعرفة هل هي مربع كامل أو لا نلاحظ بالشروط يجب أن يكون الأول والأخير موجبان نعم الأول والأخير موجبان ووجود الحد الأوسط عندما نضرب اثنيا في جذر الحد الأول في جذر الحد الأخير هل يستخرج الحد الأوسط؟ هذا كان موضوع حدد حدد هل هو مربع كامل أم ليس مربع كامل فكننا نستخدم هذه الطريقة عندما نضرب اثنيا في جذر الأول في الجذر الأخير هل هو نفس الحد الأوسط؟ إن كان نفسه إذن هي حدودية مربع كامل وإن لم تكن نفسها هي ليست حدودية مربع كامل لاحظ الأول والأخير موجبان الأول جذره واحد الأخير جذره واي عندما نضرب اثنيا في واحد في واي يستخرج الحد الوسط اثنين واي إذن هذه حدودية مربع كامل كيفية تحيل مربع كامل؟ وهو بقوس وفوقه تربيع داخل القوس الجذر التربيع للأول جذر الواحد واحد إشارة الحد الوسط زائد سيلة في الإشارات الشون إن كانت إشارات الوسط موجب هنا نكتب موجب وإن كانت إشارته سالب الوسط نكتب هنا ناقص عملية الطرح الجذر التربيع للثاني وهو واي الآن نجري عملية اختصار لكل كسر واحدة اختصار لكل كسر لوحدة هذا واحد زائدا واي هنا واحد زائدا واي بعض الطلاب يصور أن الفرق ما بين ضرب الكسور وجمع الكسور أو طرحها بالضرب يمكن أن يكون الاختصار بين كسرين بينهما إشارة ضرب بين بص ومقام لكنه بالجمع والطرح فقط في الكسر الواحد بين بصته ومقامه إذا أكو عوامل مشتركة يمكن الاختصار ولا يجوز الاختصار بين كسرين بينهما جمع أو طرح نعم وأيضا هذا عزانة طلب واي زائدا واحدة لكل تربيع هذا يعادل قوسان أما تكتبه قوس في قوس أو ترغب الاختصار مباشرة ولكن في هذه الحالة تشطب على الأس وتضع فوقه واحد أي تبقى واحد بعض الطلاب يكتبه قوس في قوس لا يوجد أي إشكال في ذلك الآن نأتي لهذا القوس لكي تكون سهولة في توحيد المقامات لنخطوة لبعث توحيد المقامات أخو سمح قبل التوحيد لدينا خاصية المعكوس نعم لكي تكون سهولة في توحيد المقامات الواحد ناقصا واي والواي ناقصا واحد فما سوف أستفاد من خاصية المعكوس سوف أستبدل هذا المقدارين بكتابته أحدهما نعم واحد ناقصا واي ونستخرج السالب واحد خارج القوس فسوف تصبح بهذه الطريقة أو المقام ممكن أنه استبداله نعم أما البسط أو المقام هذا سالب وأستبدل واحد ناقصا واي لكي أستطيع اختصار القوس في البسط مع القوس الموجود في المقام أمو محمد أهلا يا أمو محمد اتصال أمو محمد ميديالي أهلا يا أمو محمد فضلي أمو محمد قالوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بلايز أحمى قبل قبل شوية اتصال خطوص اختبار الفصل الأسئلات نعم هو داخل بالامتحان نعم اختبار الفصل داخل نعم سؤال آخر آني أمو محمد سؤال آخر شكرا جزيلا هم يشتبهون مع مراجعة الفصل مراجعة الفصل محذوف نعم نقدر أن نوضح لهم أعزائي طالبة وأولياء أمورهم اختبار الفصل داخل ضمن الامتحان أما مراجعة الفصل أو الاختيار من متعدد في نهاية الكتاب هذا اللي تم التكيف وما داخل بالامتحان لكن اختبارات الفصل كلها داخل بالامتحان نعم الآن أستطيع عزي الطالب بهذه واي ناقصا واحد سوف أجعلها سالب واي هل سوف أكتبها بخطوة جديدة إذن حتى ما يكون السالب ما بين القوسين لهذا أنا فضلت أنه نسحبها من المقام أفضل حتى الإشارة تقدم الأمام حتى ما يخلي الطالب الإشارة سالب ما بين القوسين نعم سوف أجعلها بخطوة نعم إذن هذه يفضل حتى ما يخطأ الطالب لأنه خالف الإشارة يخليها بين القوسين فإذا رح يكون أدنى يساوي نعم يبقى البصمة ما هو زائدا واحد نعم والواي ناقصا واحد هنا سوف أستبدل هذا لواي ناقص واحد وأستخدم السالب وهنا واحد زائدا واي زائدا واي تربيع نعم زائدا ماذا تبقى لدي هنا في البص تبقى لدي واحد وفي المقام تبقى لدي واحد زائدا واي هنا يوجد اختصار اختصار أصبح هذا القوس مع هذا القوس يتبقى سالب واحد سوف أجعله فوق لا يوجد أي إشكاء نعم ويساوي إذن السالب قلب المقام سوف أكتبه فوق مع وضع القوس مهم جدا نعم Y زائد 1 على 1 زائد Y على 1 زائد Y زائد Y تربيع زائد 1 على 1 زائد Y على 1 زائد Y هنا نوحد المقامات باستخدام المضاعف المشترك الأكبر وهو الـ L-C-M رمزه الـ L-C-M مضاعف المشترك الأصغر نعم نعم مضاعف المشترك الأصغر نعم وهو حاصل ضربهم 1 زائد Y زائد Y تربيع في 1 زائد Y ونجعله مقام جديد لهم نعم ونجعله مقام جديد لهم وهو الـ 1 زائد Y زائد Y تربيع في 1 زائد Y هو الـ 1 زائد Y زائد Y تربيع في 1 زائد Y الآن المقام الجديد تقسيم المقام القديم في البست المقام الجديد هو القوسين تقسيم المقام القديم وهو Y زائد واحد في 1 زائد واحد في سالب Y زائد واحد طبعاً Y زائد واحد ونفسه 1 زائد واحد اللي نجمع عملية بدالية لذلك سوف أكتبها بطريقة عند الضرب تجمع الأسس ولا أنسى السالب فيكون Y زائد واحد الكل تربية لأن 1 زائد واحد هو نفسه Y زائد واحد استاذ وذا كتبت قوس في قوس لا يوجد أي إشكال ولا تنسى الإشارة السالبة لكن للسهولة سوف أجعلها 1 أو Y زائد واحد الكل تربية لكي أفتحها بطريقة المربح الدانية الآن المقام الآخر المقام الجديد تقسيم القديم في البست فيتبقى 1 زائد واي زائد واي تربية في 1 وهو 1 زائد واي زائد واي تربية إذن المقام مقام موحدة 1 زائد واي زائد واي تربية في 1 زائد واي نجمع البسوط لأن العملية بين الكسرين هي عملية جمع ومنفس الوقت سوف نفتح المربح الحدانية وندخل الإشارة أيضا في آن واحد نقدر إذا سالب مربع الأول وي تربيع حتى تصبرتك فينا مربع الحد الأول وي تربيع وتدخل السالب فيكون سالب وي تربيع إشارة الوسط ولكن وقتت معها سالب فيصبح سالب اثنيا في الأول في الثاني اثنيا وي الزائد هي ثابتة ولكن جاءت السالب فأصبح سالب مربع الحد الثاني واحد زائد البسط الآخر يصبح زائد واحد زائد واي زائد واي زائد واي تربيع الآن حدود جبرية متشابهة عزيز الطالب نقوم بعملية الحذف وهي سالب واي تربيع زائد واي تربيع تروح نعم سالب واي تربيع مع الواي تربيع هنا سالب واحد مع الواحد صفر يتبقى فقط سالب اثنين واي زائد واي سالب واي على نعم القوسين تبقى كما هي واحد زائد نواي زائد نواي تربيع في واحد زائد نواي ماذا تبقى؟ تبقى لدي سالب 2Y زائد Y حدود جبرية متشابهة نقوم بعملية جمعة ناخذ الشات الكبير وهو سالب ونطرح 2Y ناقص Y يكون Y هذا هو الجواب لأحد المتصلين نعم نحن حتى نشمل المعظم الذين اتصلوا بأسئلة أم فاتن كان لديها سؤالين السؤال هذا اللي حلنا وعدها سؤال رقم 33 في صفحة 95 طلعتاني بالحاسبة السؤال يقول جيد مجموعة الحل لكل معادلة من المعادلات التالية وتحقق من صحة الحل تفتح لنا صفحة سمار؟ نعم نعم إذن المعادلة المعطاة جيد مجموعة الحل المعادلة الكسر من جهة اليسار زائد 4 البص على المقام زائد تربيع يساوي نصف نعم إذن المطلوب حل المعادلة والتحقق من صحة الحل والتحقق من صحة حل هذه معادلة كسرية من فصل المعادلات نتخلص من الكسور بضرب المعطرفين المعادلة بالLCM المضاعف والمشترك الأصغر أو ربما يقدر يجري حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين إن كان عنده بالمعادلة فقط كسر يساوي كسر ممكن إجراء هذه العملية نعم أو بطريقة الوسطين في طرفين هذه الحالة أستخدمها في حالة كسر يساوي كسر بضبط هو إحنا هذه الحالة أدنى كسر يساوي كسر أو بطريقة الLCM المضاعف المشترك الأصغر إذا بالLCM فالمضاعف المشترك الأصغر هو 2Z تربيع نعم نضرب الطرفين في 2Z تربيع الطريقتين حتى أتخلص من الكسر Z تربيع راح أستخدم حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين Z تربيع في واحد راح يكون هنا Z تربيع 2 في Z ويساوي 2Z 2 في 4 ويساوي 8 ننقل 2Z وزاوي 8 إلى طرف الآخر باستخدام النظير الجمعي يكون Z تربيع ناقصا 2Z ناقصا 8 ويساوي 0 نقوم بحل هذه المعادلة طريقة التجربة نعم نعم بطريقة التجربة هي لاحظة يزو الطالب ليس بالمربع الكامل لأن إشارة الحدي الأخير سالب إذن نلتج إلى التجربة Z تربيع هي ناتجة من Z في Z الإشارة الأخيرة سالبة هذا يدل على أنه الإشارات مختلفة وعندما نضرب الطرفين مع الوسطين يكون طرحهم هو 2 إذن الأربعة مع الاثنين 4 في 2 ثمانية حاصل طرحهما سوف يكون 2 هو الحد الأوسط إشارة الأخيرة سالبة هذا يدل على أن الإشارات مختلفة إذن ساد ما هي الموجب؟ ما هو السالب؟ إشارة الوسط نعطيها للرقم الأكبر وهذه نعطيها عكس الإشارة لو طلبت التحقق سالب 4Z زائد 2Z فسوف ينتج الحد الوسط وهو سالب 2Z هذه هي طريقة التجربة حلناها بطريقة التجربة الآن أما أو أما Z ناقص 4 يساوي 0 وهذا يؤدي أنه Z يساوي 4 باستخدام النظير الجمعي للسالب 4 أو Z زائد 2 يساوي 0 هذا يؤدي إلى أنه Z يساوي لسالب 2 هذه هي مجموعة حل هذه المعادلة والتي هي 4 بسالب 2 عندما يطلب التحقيق سبو ثينا نعم تحقق نصح هذا الحل هذا هو التحقق التحقق هو تحقق من القيمتان وعوضهما في الطرف الأيسر فسوف ينتج لدي الطرف الأيمن وهو نصف إذن سوف أتحقق من واحدة وأترك واحدة لك عاجز الطالب وهو عندما مثلا نختار أي قيمة عندما Z تساوي 4 عندما Z تساوي 4 سوف أعوضها في الطرف الأيسر وأوصلها إلى الطرف الأيمن الذي هو نصف بعض الأسئلة في الطرفين يوجد المتغير بعض الأسئلة في الطرفين يوجد المتغير كيف تحقق في هكذا حالات؟ في هكذا حالات نعوض العدد في الطرف الأيسر وينتج ناتج ومن ثم أعوض هذا الطرف العدد في الطرف الأيمن على جهة أخرى وينتج ناتج أيضا وسوف أتحقق أن الناتجين متساويين هذه في حالة وجود المتغيرات في الطرفين لكن هنا الطرف الأيسر هو نصف إذن سوف أعوض قيم Z في الطرف الأيسر وسوف أصل إلى النصف الطرف الأيمن أيضا ملاحظة كل شيء مهمة هنا في المعادلات الكسرية أحيانا أثناء الحل تظهرن ما يسمى بالجذور الطارئ بمعنى أنه إذا كان أحد القيم التي ظهرت لذلك المتغير عند تعويضها تجعل مقام يساوي صفر فتستثنى من مجموعة الحلول إذن الآن بالنسبة عندي الحلول التي ظهرت لي هي أربع رسالة بثنين وكلاهما لا يؤثر على المعادلة الكسرية يعني تصبح معرفة لأنه إذا عوضها بZ فالمقام معرف لكن لو ظهرت أثناء الحل أحد القيم تجعل المقام يساوي صفر إذن هذه تستثنى من مجموعة الحلول نعم الآن عندما Z يساوي أربعة إذن أما تكتب الطرف الأيسر أو أكتب بالرموز هو Left Hand Side أي الطرف الأيسر Z زائد أربعة على Z تربيع Z هي أربعة عوضت بدل Z أربعة زائدا أربعة على Z تربيع وهي أربعة تربيع ويساوي البسط أربعة زائد أربعة ثمانية أربعة تربيع ويساوي نصد طعش ويساوي الاختصار على ثمانية واحد على ثمانية بيها اثنين إذن نتيجة Right Hand Side إذن هذا هو الطرف الأيسر Right Hand Side نعم هذا هو سؤال المتصل نعم أيضا كان لدينا اتصال إحنا ولو اليوم الخطة الافتراضية يعني شوية تلكعنا بها بسبب اتصالات بس فرحنا الاتصالات وبالأكس هي الاتصالات تعتبر مراجعة للمفردات عبدالله من الموصل طلب حل المعادلة بطريقة إكمال مربع فرح نطيك عني معادلة حتى عبدالله ينتبهي أنا نتمنى يكون موجود مثلا نجد مجموعة حلول معادلة التالية بطريقة إكمال مربع X تربيع ناقص 2X يساوي 3 X تربيع ناقص 2X يساوي 3 هذه المعادلة مطلوب حلها بطريقة إكمال المربع طريقة إكمال المربع عزائنا أطلبه وهو هي من اسمها كان قبل موضوع طريقة إكمال المربع حل بطريقة المربع الكامل طريقة أخرى الآن طريقة إكمال المربع أي هي ليست جاهزة بل علي أن أكملها وأجهزها لكي تصبح مربع كامل بهذه الحالة هو أستبعد الطرف الحد الثالث الحد المطلق إلى الطرف الأيمن إن كان منتقلا ومتحولا لا بأس بذلك وإن كان موجود نحوله هنا في هذا السؤال هو متحول إلى الطرف الآخر لا يوجد أي إشكال أنا سوف أجهز الطرف بإضافة نعم وقبل هذا السلام قبل هذا معامل أكس تربيع يجب أن يكون واحد أيضا حتى نحلها فإذن هنا جاهزة لأنه الوقت شوي نستثمر فمعامل أكس تربيع هو واحد إذن لا يحتاج إلى تقسم المعادلة على معامل أكس تربيع فإذن خطوتين مهمة معامل أكس تربيع يجب أن يكون واحد والحد الخالي من أكس يجب أن يكون في الطرف الآخر نعم ستحسنتي بعض الحالات يوجد رقم مع الأكس تربيع يجب أن نتخلص منه بقسمة جميع المعادلة على هذا المعامل بالضبط بهذه الحالة نستطيع إيجاد الحد الثالث أما بوجوده لا نستطيع إذن ما هو الحد الثالث وكيف أستطيع جلبه لاحظ إضافة للطرفين لماذا إضافة لأن يجب أن تكون إشارة الأخيرة موجبة ما هو الذي سوف أضيفه الذي سوف نضيفه هو معامل أكس تربيع نصف معامل أكس تربيع نصف معامل أكس نصفه لاحظ أيضا طالب أي تقسيم اثنين هذا هو هذا اثنين نصفه أي على اثنين أو في نصف كيف ما شاء تعبرها وبالحقيقة معامل أكس سالب اثنين فإذن أخذ السالب اثنين مقسومه على اثنين كل القرص تربيع الكل تربيع نعم فسالب اثنين على اثنين سالب واحد تربيع فيكون الناتج واحد نعم إذن هذا الواحد الذي سوف أضيفه للطرفين بهذه الطريقة لا تسعز الطالب بإضافة أي زائد زائد الطرفين ما هو الذي سوف أضيفه نصف معامل بدون أكس معامله نصف معامل أكس وينتج الناتج وربعه نعم إذن نصف معامل أكس وسالب اثنين تقسيم اثنين سالب واحد مربعه واحد الآن أحل الطرف الأيمن الأيسر عفوا بطريقة المربع الكامل لأن أصبحه جاهز الجذر التربيع للأول إشارة الوسط الجذر التربيع للثالث واحد الكل تربيع ثلاثة زائد واحد وينساوي أنه أربعة هذه طريقة إكمال المربع الآن نجذر الطرفين نجذر نجذر الطرفين حسب خاصية الجذر التربيع الجذر الطرف الأيسر يكون أكس ناقصا واحد ولا تنسى زائد ناقص تحت الجذر أربعة زائد ناقص هذه خاصية الجذر التربيع نعم موجب سالب نعم موجب سالب إذن أكس ناقصا واحد موجب سالب جذر الأربعة الآن نستخدم أما أو مرة X ناقص واحد مع الموجة بثنين ومرة X ناقص واحد مع السالب بثنين فيكون هناك حلان أما X ناقص واحد يساوي لثنين هذا يؤدي إلى أنه X نستخدم النظيرة الجمع للواحد ثنين زائدا واحد X ثلاثة تساوي ثلاثة نعم فيكون X يساوي لثلاثة هذه القيمة الأولى الآن أو X ناقص واحد مع السالب بثنين أيضا باستخدام النظيرة الجمعي سالب بثنين زائد واحد يؤدي إلى X يساوي لثالب واحد مجموعة حل هذه المعادلة وهي ثلاثة بثالب واحد هذا هو جواب بالإمكان التحقق أيضا ببساطة أخذ واحد من الجذور مثلا يكون سالب واحد إذا عاودت بالX ثلاثة ربعا سيصبح موجة بواحد ناقص اثنين في سالب واحد سيصبح موجة بثنين فواحد زائد اثنين يساوي ثلاثة وبنفس الطريقة الثلاثة أيضا تتحقق من المعادلة هذه طريقة إكمال المربع أيضا حتى نشمل كل طلابنا عندنا خمس دقائق مع اتصال علي من كربلاء كان السؤال التالي اكتب الحدود الخمسة الأولى من المتتابعة الحسابية التي حدها السابع يساوي 36 الحدود الخمسة الأولى من المتتابعة الحسابية التي حدها السابع يساوي 36 وأساسها يساوي 4 متتابعة الحسابية التي حدها السابع يساوي 36 التي حدها السابع يساوي 36 وأساسها يساوي 4 هذا السؤال كان من علي من كربلا يساوي 4 نعم عزانة طلبه هذا السؤال علي من كربلا نعم نعم يطلب الحدود الخمسة الأولى من المتتابعة الحسابية التي حدها السابع هو الست وثلاثين وأساسه يساوي أربعة عندما يطلب الحدود الخمسة الأولى يجب أن يكون الحد الأول معروف والأساس معروف الحد الأول معروف سوف أضيف الأساس أضيفه مرة بالتناوب تنتج أول خمس حدود أول أربعة حدود ولكن هنا الأساس موجود اللي هو الدي هنا الدي معلوم يساوي الأربعة ولكن الحد الأول الحد الأول غير معلوم ولكنه أعطاني مساعدة هذه المساعدة حدها السابع يساوي لي ستة وثلاثين أستاذ سماح أعتقد الوقت ليس بصالحنا فنقدر علي نتظر ويانا مجرد نطلع فاصل ونرجع إلى حل السؤال من علي من كربلا فإلى دقائق ونرجع إياكم إن شاء الله شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة